بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام حبايب قلبي قبل ما نبدأ حلقتنا أذكر الله صلاة للحبيب المصطفى علشان تكسبوا ثواب وأنا أكسب معكم الثواب حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكمان ده بساعد الفيديو يتوسع وينتشر أكتر وكتر يلا بينا نبدأ قصته التنمر أبشع شيء في الكون بالذات لما تكون أنت في حالك ماشي جنب الحيط وتسمع تريئات الناس عليك من غير ما تأذي حد كانت دي حكايتي حكايتي لأيني سامينة بسمع تنمر الناس عليك من دون رحمة ومن دون شفقة طولت الطريق وأنا رايحة لكلية كنت سامعهم بيتنمروا عليك ولما أوصل الكلية أشوف البنتين اللي عاملين نفسهم أجمل بنتين نسيوا أن الجمال هو الأخلاق وحدة فيهم بتتريأ وبتقول شفت يا سلمة البرميل اللي داخل علينا ده يلا يا بنتي خلينا نمشي من هنا بلاش قرف الواحد لما بيشوف منظرها نفسه بينساد أنا مش عارف هي مش مكسوفة من شكلها بتنزل كلية وتعرف اللي حواليها ليه ها واحدة زي دي المفروض تتفين نفسها بالحاية بترد البنت اللي اسمها سلمة بدحكة كلها دلع واستهزاء بمشاعر غيرها ما يعرفوش إن هما ما يمطعوش يجرحوا حد لا علشان شكله ولا علشان لونه يعني إنك تيواجه حد أو إنك تستعر منه فوف ده أخلاقه في تربيته وده مش متلوح لك بيه كمان بترد وبتقول والله معاك حق أنا لو منها فعلا كنت تدفنتي نفسي بالحاية لي مش عندها دم ولا إحساس يلا يلا يا بنت تبيكي منها يلا يا مهتاب يا حبيبتي خلينا نروح الكلية ونشوف ورانا إيه ولا نروح حتى المحاضر ونهض لنا مكان بدل بات الرئيلة دي تنتم على نفسنا وتاخد كل الأماكن بتمشي مهتاب معها سلمة بعد ما دبحوني دبحوني بسكينة تلمة بسبب كلامهم يعني طول الطريقة وأنا بسمع كلام اللي يقول لي ما يلي يا حجة وليقول لي خد الجنب وليقول لي ما تعوديش جنبي ليه يا ربي ليه كده بعد ما بيمشوا بحس بوجع وبتكلم وبقول أنا مش عارفة يا ربي ليه الناس مش راضي يسيبني في حالي مع أن أمري ما زيت حد يا رب عد السنة دي على خير علشان أعد في البيت وارتاح من كلام الناس ومن العذاب اللي بعزبهولي كأن مكتوب علي أن ننضبح كل شوية من حد ورحت علشان أحضر المحاضرة بس ما فيش بنتي من اللي كانوا قاعدين رضي تتأخر كلهم رفض وانت بحاول أعود علشان الدكتور لما يدخل ما يزع عليش بس ما فيش واحدة فيهم رضي وفجأة سمعت الدكتور اللي اسمه فهدي بقول ايه اللي بيحصل هنا وانت يا نسي وقفة ليه قصت للدكتور بكل حزن وقفة من التنمر ومن الظلم اللي بطع الرضي وانا شايف زمالي قاعدين وانا اللي وقفة مكاني وقلت له بعد إذنك يا دكتور ممكن تسمح لي أن أخرج محاضرش المحاضرة أنا مش حاسة أن أنا كويسة وعايزة أخرج من المحاضرة لا مش هسمح لي اتفضلي على مكانك يلا علشان نبدأ المحاضرة وهنا ردت بنت اللي كانوا بيتريعوا علي لأنها فكرا لما تتريع علي قدام الدكتور يبقى هي بتاع من نمر وقالت يا دكتور خلاها تخرج هي تقعد فيه ده لو قاعدت محد هتاكله لو جاعد خلاها تخرج يا دكتور مش لها مكان ده عايزة المحاضرة كلها علشان تكفيه وهنا كنت وقفة بكتم دموها بالعافية أنا مش كنت عايزة أحضر علشان مسمعش كلام زي ده المحاضرة كلها ضحكت علي بنت زي دي تتبحني لي أنا عملت لها إيه أنا حتى مش بيني وبينها كلام لقيت الدكتور فهد تعصب وقال أنت قيلت الأدب اتفضل على مكتب رئيس الجمع لأنها هيحصل لك فصل وأي حد يفقر يعمل لتعمله أو يتريع على أي حد في محاضرتي ساعتها هياخد فصل وانت من النهار ده مش هتحضري لي أي محاضرة ووعد مني أني مادتي هتعودي فيها السنة دي علشان بعد كده تحترم كل الموجودين بلاش تنمر وقلت أدب وكل الأساس اللي ضحكوا هينقصوا في درجاته علشان يبقوا يشاركوا في المحزلة دي كل في المحاضرة ساكتوا المحاضرة لو كنت ترمي في الوقت ده إبرا كنت سمعتها من كتر ما الكل ساكت وخي البنت حاولت تعتذر وهنا قطعها الدكتور فهد وهو بقول لها قلت طلعي بر زمالك عاديم السنين المحاضر وانا مش حاب دي أغير لما تطلعي بر يلا تفضلي طلعي بر وانت يا نس قادي مكان وخرجت البنت وهي مضايقة جدا من الدكتور إيهاب عمل أما أنا أعطي مكانها وأنا فرحان شايفة كل واحد فبصوا قداموا محدش الجرق يبصي لي بترفعنيه أما هين اتكلم الدكتور فهد وقال بصوا قبل ما أبدأ أي كلام أنا كنت حاب بقول لكم حاجة واحدة أنتو مش لساة الطلاب الصغيري اللي في مدرسة المفروض تعانده باع حتى الطلاب الصغيري لما بيحدث التنمر بيتعاقبوا عليه في المدرسة أنا مش هادر أعاقبكم غير بدرجاتكم غير في المدرسة كان ممكن المسدرس أو المدرسة يمدوا ديهم عليهم اسمعوني كوي أنتو دلوقتي ناس مسؤولة الناس هتتخرج من كلية كل واحد هيبدأ حياة جديدة هيبدأ أنه يتعامل مع غيره كل واحد فيكم دلوقتي بعد ما يخلص هيدور على شغل وهيدور أنه يبدأ هتبدأ إزاي وإنت متنمل تقدر تقولي هتبدأ تشتغل إزاي هتكره فيه كل اللي حواليك أنا قلت الكلام ده ومش هعيده تاني أي تنمر يحصل عندي في القاعة هنا هيكون فيه تصرف غير لائق للشخص اللي هعمله زي اللي حصل لسمرتكم ياريت تاخدوه عبرة ويلا بينا علشان نبدأ المحاضرة وزي ما احنا متعودين مش عايز أسمع أي كلام فروحت البيت وان حزينة أنا مليش حد في الكون غير بابا من بعد وفاة والدتي عند عم وابن لسي من نفسها عينة البشر اللي بتنمره علشان كده احنا بعيد عنهم نهائي روحت البيت وكنت مخنوقة ومتدايقة وحزينة لقيت بابا قاعد بيستنيني ولقيته بقول مالك يا عشق فيك إيه من ساعة ما جيتي وانا حستك متدايقة ومخنوقة ومأهورة والرغم ان انت بتحاول الداري بس مش علي ده أنا بوك اللي مربيك وعارفك فيك إيه قلبي مين اللي مدايقك إلا هيحصل يا بابا كالعادة بنتين ما يعرفوش أي حاجة عن الأدب ولا الأخلاق ولا الدي ولا أي حاجة اتنمروا علي وبهدلوني وخلوا المحاضرة كلهم يتريعوا علي قولوا للدكتور كان زماني دلوقتي مصخرة ليهم كله أنا معرفش يا بابا ليه الناس بقى تبشعة كده ليه الناس بقى سهلة عليها تجرح غيرها من غير ما تراعي مشاعر اسمعي يا عشق إيه يا بنتي تحاولي ترضى الناس الناس عمرها ما تطردوا مفيش حد بيرضى الناس الناس بتتكلم على أي حد تخينها هيكلموا عليك رفيع هيكلموا عليك حلوة هيكلموا عليك وحشة هيكلموا عليك الناس ما بتحبش حد أكتر من نفسها الناس دي صنها طويل ودايما بيتكلموا غير اللي من رحم ربي حتى لو دخلت جوه الحين هيقولوا ده شوفوا قفل على نفسها ده متكبرة ومغرورة ولو طلعت وتحكتي وتكلمتي معهم شوفوا ده مش لها أي حد يلمها ده لو وحشة شوفوا ده مين يرضى يتجوزها إيه ويتوقف حياتك على كلام الناس كلام الناس لا بقدم ولا بآخر كلام الناس بس علشان يوجه الناس الضعيفة لخليهم واقفين محلهم تسير قوليلي هي اللي اتكلمت النهاردة عملتي غير إن هي وجعتك يا طرى شالت عنك الأكل يا طرى شالت عنك درجاتك يا طرى هسقطك في الامتحانات به كلامها هيتعب نفسيتي بس مش هيعملك حاجة لا في مستقبلك ولا في حياتك علشان كده يا حبيبتي ما تخليش كلام أي حد يؤثر فيك صدقني يا بابا أنا عارفة كل الكلام اللي انت بتقوله ده وانا مش عايزة أرض حد بس كلام الناس أزاني كلام الناس بيخلينا حس إن أنا واحدة منبوزة من المجتمع ومن كل حاجة حوالي أنا أتعب ليه الناس بتأذيني أنا عمري ما أزيت حد زي ما أنت ببتقول هان علي أفتح الحيطة وأخش فيها الكلام ده بيتعب نفسيتي يا بابا بتخليني أتمنى الموت بعد الشر عليك يا عشي إن شاء الله اللي بيكرهوكي عشي اللي بيركز في كلام الناس بيتعب بيتعب وبيتحبل وبيتجنل لأنه بكون شايف قدامه كلام الناس وبس وللأسف ده الإنسان الضعيف ما تركزيش في كلام حدي يا حبيبتي دايما ركزي في نفسي ركزي إنك تعيشي لنفسي وإنك تنجحي وإنك تكباري تصدقيني الناس ما بتكرهش غير اللي أحسن منها يمكن أنت مميزة في الدراسة عنه يمكن أنت فيك حاجة مميزة عنه علشان كده بيتكلمه ما تأثريش بحد يا عشي معك حق يا بابا اللي بيركز في كلام الناس بيتحبل وأنا مش هركز في كلامه أنا هركز في دراستي في الزنة اللي فضلالي واتخرج واشتغل وفكر في حياتي مش مهم أي حد أما عند دكتور فهد كان ماسك صورة في ألبوم وقاعد في قوضة القوضة مترتبة جدا وبعناية وبين عليها إن هي قوضة شخص عزيز عليه كان قاعد وبيتكلم مع الصورة وبقول شفتها فيك النهاردة يا ملك شفت خجالها وقهرها وكلامها شفت رعشة إيديها شفت قصرة عينيها وهي حط عينيها في الأرض شفت إزاي بترمش والناس بتضحك عليها حسيتها أنت حسيتها أنت مأهورة ومظلومة سيئاتها بحسيتش بنفسي خروانة بزعها بزعها بعين وسوتي وبسأل هو إيه اللي بيحصل أنا دايقتي قوي علشانها ليه الناس بقيت وحشة قوي كده ليه حط الصورة جنب وكان حزين جدا ومهموم ومش عارف يعمل إيه أما في بيت عش كان والدها الأستاذ عصمان قاعد مستميها ترجع من الكلية وفاجأة البيب خبط في الوقت ده كان أخوه الحج محمد زي ما مسمي نفسه محمد بيه راجل متقبر ومخروف افتقر إني ليه أخ وغاية تكلم معاه اتكلم عصمان والد عيشه وقال غريبة يا محمد إنك ضيعت نفسك وضيعت شغلك وجايت يسأل علي أنت معملتهاش يا راجل ولا تعبان ومحجوز في المستشفى وسيبت بنتي بطولها وبس جاي لي دلوقتي غريبة يا ترى فيه إيه لا غريبة ولا حاجة يا عصمان وبعدين أنا عارف إن الود تقطع بس أنت عارف الشغل والمتاحة بس أنا جايلك النهاردة علشان نوصل للشغل والود وأقول لك على حاجة إيه رأيك أنا شاف إن عشق بنتك كبرت وكمان إبراهيم ابني راجل مالوهدوم إيه رأيك لو نجوزهم لبعض وبكده الود يرجع إنت بتقولي يا محمد إنت الجنين تفعلك ولا إيه إنت عايز أنا عشق بنتي اللي هتبقى دكتورة في المستقبل في آخر سنة في قليط الطب وكل سنة بتطلع بامتياز وممكن تتعاين في الجامعة تتجوز ابنك إنت تتجوز ابنك إيه إبراهيم اللي كل يومه التاني يتجوز واللي عنده أكتر من خمس حيال ولا عشر عيال ما كل شهرين ثلاثة يتجوز عيالة ويطلقها وهي أول ما تحمل لا يا حبيبي يفتح الله ده ابنك أخباره نزل في الجرائد أول باور رفق رقاصه لا رقاصه مسكته في بيت دعارة وهي على زمته عرفي لا 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 أخبار كلها سدي نفسي بصراحة ابنك ماينفعش بنتي وماينفعش يتجوزها اتكلم محمد بالسخرية والطمع من كلام أخوه وقال له انت بتعيب على بي معينه راجل يعمل اللي هو عايز بس قولي بقى بنتك مين اللي يرضى بيها بنتك النهاردة في آخر سنة في القلي هي يعني عندها 25 سنة ومعندهاش حد إيجا مرة واحد يتقدم له هي حلوتي لما تكون دكتورة وعانس هي حلوتي لما انت يحصل لك حاجة زي ما دخلت المستشفى والكل ينهش فيها انت سيب لبنتك شيء وشوية تفتكر بنتك ضعيفة الشخصية دي هتقدر تحافظ عليه تفتكر ان مش فيه واحدة يجي يضحك عليها وياخد ده كله انا بقول ابن أول يحافظ على لحمه بدل ما هو كده ما تنطور في كل حتة ومحدش راضي بيه وإلا انت ايه رأيك يا خويا عصمان كان بيسمع كلام أخوه هو مزهول فهم ان أخوه مش عاوز يجوز ابنه البنته علشان عاوز يسطر بنته لا علشان طمعان في مال بنته هي على الطمع والبشعة والوحاشة اللي باقت في الناس حتى الأخ ما بينها شفعارد أخوه بكل سهولة علشان مصلحته وعلشان يكون هو القوي في ساعتها قلم عصمان بقوة مع محمد أخوه وقال له عشق بنتي لسه صغيرة وبعدين هم اللي تجوزوا أخدوا إيه يعني عشق بنتي صغيرة وهتفضل طول عمرها صغيرة في نظر وحتى لو مش اتجوزت مش هجوزها ابنه أنا بدل ما اتجوزها علشان أحافظ عليها أجوزها وأنا شايل همها لا بنتي مش هتتجوز ابنه وانسى الموضوع ده علشان نفضل إخوات وحباي محمد ما كانش عاجبه كلامي أو أخوه عصمان وسيروا في الكلام وقال له ماشي وماشي وقعد معايا خمس دقائق كمان وماشي وهو مدائق أما بعد ما ماشي يتكلم مع عصمان بدي وقال هي هي الدنيا بقت وحشة كده ليه أخويا اللي فكره سندي وحبيبي ويقفوا ضهري ويحميني من أي غد جايوا يناوي يورس فيا يورس فيا بالحيا آه يا دنيا ليه يعمل معايا كده أنا أصرت معاه في إيه أصرت معاه في إيه بس يا ربي دا لو كان طلب عناي قلت الدهات هال ليه يعمل معايا كده آه يا عايش إيه من بعد إيه اللي حيحصل لك من بعد إيه اللي ممكن يحصل لك في الدنيا دي إذا كان الأهل هم اللي هينهاشوا فيك ما بالك بالغريب آه يا بنتي أنا لازم ألاقي حل أحميك من الناس كلها في الوقت دا كان حزين وعمال يفكر ولدها يعمل إيه ويتزايح يحميها من عمها وعمال يفكر ويدرس كل حالة ومش عارف هيعمل إيه أما في الكلية كانت مروحة عايشة بعد ما خلصت كل محاضرتها إيجا الدكتور فهد ويفه قدامها استغربت فعلا عيش وقتها ووقتها تكلم الدكتور فهد وقال سلمة أنا حاليا بعمل رسالة دكتوروه رسالة الدكتوروه دي بتتكلم على الإنسان إنه ممكن يغير من نفسه يعني الإنسان ممكن يكون جسمه زايد وأفعاله غريبة ممكن يبدأ يغير من نفسه عاوزة يكوني إنتي الحالة بتاعتي أسعدك تخذي ونشوف يا طرى بعد الخصصية أفعالك تغيرت وصف صرفاتك تغيرت ولا طبيعة الإنسان بتفضل فيه أنا بعمل بحث عن الموضوع ده وده الرسالة بتاعتي وأنا كنت عايزك تكوني إنتي الشخص اللي بعمل معي الرسالة والتجربة دي أنا هساعدك تخسي تمشي على نظام معاية علشان تخسي وجسمك يعاد عايز أشوف بعد ما تخسي تصرفاتك هكون إيه تصرفات الناس اللي حواليك هكون إيه وهي دي الرسالة بتاعتي قلت إيه فهدي كان عاوز يساعد عشق بأي طريقة علشان ما يحصل لهاش زي ملك إيه اللي حصل لها من التنم أما بقى عشق فكانت وقفة محتارة هي نفسها تخرج من الجسم اللي هي فيه ده وتعيش سندها نفسها حد يبص عليها ويشوفها جميلة نفسها تعيش سندها وحد يتقدم لها زي باية صحابها من غير ما يكون بفقر إنه يتقدم لها زي أو يجرحها أو إن هي تسمع كلمة تقلل منها كانت وقفة محتارة وقالت دكتور فهد أنا مش أكذب عليك وأقولك إن أنا مش عايزة كده العكس أنا عايزة كده عايزة أخسه عايزة أحسن من الموت بتاعي بس برضو يا دكتور أنا مش هادر أخذ قرار غير لما أشوف بابا هيقول إيه أنا هكلم بابا وهرد عليك روحت عشق البيت وأول ما روحت روحت على باباها لقيت وقعت سرحان هي كمان كان سرحانة وبتفكر في كل حاجة وباباها كان بفق في اللي عمها قاله بس هي ما خديتش بلها وبدأت اتكلم مع باباها وتحكي له على كل اللي حصل وقالت له بص يا بابا فاكر الدكتور اللي قلتلك هو ساعدني علشان البنات اللي كانوا بيتريقوا عليها متراحة الدكتور ده وقفنا النهاردة وقال لي إنه عايزني أكون معاه في بحث هو هيعمله عاوز يغيرني ويخليه نقص ويكمان يغير من شخصيتي ويشوف تأثر المجتمع بي بصراحة يا بابا أنا شايفة إن دي فرصة حلوة قوي أنا مش عايزة ضايحة من إيدي يا بابا أنا تعبتي من كلام الناس ومن تريئتهم علي وعايزة أعمل كده أبو عاشق فكر في كل كلامها وشاف إن دي فرصة حلوة جدا علشان تغير من بنته ويخلي بنته ليها شخصية في المستقبل بعيد عمه وبعيد طمعه وبعيد كل الناس اللي حواليها وعلشان كده قال لها بص يا عاشق أنا عمري ما أعمل حاجة إيه أنت مش عايزة أو أحرمك من حاجة أنت عايزة بس لازم أكون متطمن عليك يا عاشق علشان كده لازم تخلي الدكتور داب نفسه يجي وقابني وأتأكد من نيته إنه هو قصد يساعدك وش حاجة تاني مصدقين لو تأكدت من كده أنا أول واحد هدعمك وأساعدك في الموضوع وفعلاً كلمت عاشق الدكتور فهد وراح الدكتور فهد الموعد مع والد عاشق الحاجة عثمان الحاجة عثمان أول ما شاهد سأله سؤال واحد ليه يا دكتور فهد ما شفتش غير بنت عاشق إيه هي للسعادة معيني فيه بنات كتير قوي محتاجين المساعد أقولي بالذات عاوز تعمل عليها أنا عاوز أعرف منك قبل ما تكلم معاي أو أوافق أو أرفض أكيد طبعاً من حقك لا توافق لا ترفض أنا أهلي ماتوا وأنا عندي 19 سنة وقتها كان عندي أخت أصغر مني بتالي السنين كانت لسه في أول سنة وأنا كنت في أول جمعة كنت في كل إيطة الطب وكنت لازم أخلص محاضراتي وروح أشتغل علشان أصرف عليها وعالبيت لأن أنا الراجل أما أختي لما والدي ووالديتي ماتوا في حدثة دخلت في حالة اكتئاب وللأسأل كايت أغلى بيت الوقت قاعدة في البيت وتأكل وتشق ما كنتش بحب أعلق لا على أكلها ولا شربها ولا أقول لها أكلت إيه ولا شربت إيه رغم أن كنت شايف جسمها بيملي كنت بقول هي برحيتها وأكيد دي فترة وحتعدي وهترجع تعمل رياضة تأختي اللي بحبها كنت شايف أن هي لما تطلع غلبها في الأكل يمكن تنسى الواقع القليل أن كل الناس تخلت عننا بعد موت أهلنا وبعدها أختي دخلت الكلية وأنا كان لسالي سنتين في الكلية بتاعتي وانشغلت وما كنتش بحسي بدمحها لبتنزل كل يوم على خدها بسبب التنمو لحد ما في يوم حصلت الكارثة اللي قطمتني أختي فيه شاب بتراهن عليها في الكلية أن في خلال يومين حيخليها تعترف قدام الجامعة كلها أن هي بتحبه وأن هي عايزة تكمل معاه وأن هي حتجيب له هدية خالية جدا الشاب بدأ يتعامل مع أختي بلطف في أول يوم ويقولها أنت جميلة ثاني يوم كانت أختي شريال والساعة ماركة كاتت بتدبق مصروفها علشان عايزة تعمل عملية وكاتت بتعترف قدام الجامعة أنه أحسر راجل قابلته في حياتها وأن هي بتحبه وكان رده أنه دبحها قدام الناس كلها دبحها والتريع عليها وأهانها وقال لها أنه يوم ما يفكر يحب مش هيحب واحدة زيها شبه التريلة أختي من الصدمة مشيت وهي بتعايت وهي سمعة دحكت زمائلها عليها وأنه هو بقول عليها رخيصة وأن آخرها يوم مش يوميني ويقول لها كلمة حلوة أختي قررت ترجع البيت بس ترجع البيت وفعلا لما رجعت لقيتها نهي حياتها كانت واخد كمية حبوب كبيرة جدا عملت لها بوض في الدورة الدموية وقدت لصغاق في القلب وماتت أختي ماتت بعد ما كتبت كل اللي حصل لها لما شفت عشق في المحاضرة هسيت بقصر الخاطر اللي هي فيه شفت أختي شفت من همس بي تريعه عليها شفت أختي وقتها دم خيلي ووقتها مسكت فيه مترط البن قلت عصقاتها حسيت أني بنتيم لأختي من كل تنمر التنمر قاتل قتل أختي الناس ما عندهاش إحساس قتل أختي للأسف هي دي الحقيقة علشان كده قررت حساعة تعيش علشان ما تبقاش ضحية التنمر وتقدر تعيش حياتها وعلشان كمان ما يحصلهاش مشاكل لما تكبر ووقتها والد عيشه صعب عليه جدا إهام صعب عليه فهو كان بيتكلم بواجع كبير جدا على الماضي اللي كل ما كان يشوف عيش يفتكره ووقتها أبوها كان متدايق وخايف لفيوم بنته تحاول تنتحق بسبب التنمر فقدامه النهاردة مثل على بنته بالظبط كان خايف وتكلم وقال اسمع يا دكتور ما إنك جيت وحكيت لي همك وهكيت لي عن كل حاجة تخصك أنا كمان عايز أتكلم معاه وأحكي لك عن اللي يخصني أنا ليه أخي اسمه محمد محمد ده مخلف ولد الولد عنده 38 سنة تخيل 38 سنة ومتجوز 6 مرات وكمان عنده أكتر من 8 عيال وللأسف أبو لأنه مدلعه بزيادة ومبوزه مش قادر يقوله يتلم ويفضل في بيت كل ما يتجاوز وحدها وتحس إن هي حبلة وبطاها كبرت شوية جمالها بدأ يتاصل وبدأ ترمونات الحاملة تشتغل يطلعها على طول وكل يوم مع وحدها وللأسف أخويا مش قادر يعمل حاجة لابنه لدرجة إنه ابن أخويا ده كان بيجرح بنتي بالكلام ويهنها وأنا أفضل ساكن علشان ما زعلش أخويا المهم أخويا يجالي من كام يوم وطلب بنتي للجواز من ابنه الصائع ده بحاجة إن هي مش هتلاقي راجل يرضى بيها بجسمها وابتخنها علشان كده إيجا هو ينكزنا من الموقف ده يعني أخويا طمعان في اللحل ده وفي حالة بنتي وعايز كله يكون ملكه أنا خايف على بنتي مش خايف على الفلوس ولو واصق إنه هم لو أخدوا جزء من الفلوس حيسيبوا بنتي في حالي كنت عملت كده بس للأسف لأ هم طمعانين في كل حاجة علشان كده يا ابني أنا عايزك تتجوز بنتي أنا صدم الدكتور فهدم اللي بيسمعه ما كانش مصدق اللي بيسمعه أقام ما بقى كامل كلام والحاجه عصمه وقال اسمعني يا دكتور أنا بقولش الكلام ده علشان أنا عايزك أتجوزك بنتي أو دبسك في بنتي لا أنا بقول الكلام ده علشان أنا عايزك ترايب بنتي لأربعة وعشرين ساعة أنا مش هادر أمنا عايشق من الأكل عايشق مدمينة أكل ساي والدتها تعرف إن والدتها مالت بسبب السمنة الزايدة وده اللي بخوفني عليها بس أنا ما كنتش أقدر أمنع والدتها من الأكل ولا بقدر أمنحها هي كمان علشان كده عايزكم تتجوزوا وأول من الرسالة بتاعتك تخلص يا ابني اتطلقوا عادي ما عديش أي مانة المهم إن هي تكون تحتانية وأنا مش أقدر برضو أسيبكم تخرجوا وتدخلوا سوا كلام الناس ما بيرحمش وده هيكون سبب أساسي إن أخويا يضغط علي علشان موضوع الجواس وكمان أنا عايز صلب منك واعتبر الرجاء أنا عايزك تغيرها كلها على بعضها مش جسمها بس لا تغيرها كلها معايش يعني يا عم أنت عايزنا أغيرها كلها إزاي يعني أنا علي أن أنا أخلي جسمها يخص ويخليها تكون نشيطة وبتحب الرياضة وبتحب الحرك بس أغير فيها إيه غير كده اسمع يا دكتور فه أنا مش عايز واحد يتجوز بنتي علشان يغير جسمها جسمها مش مهم أنا عايز تغيرتها لها وفكرها وأن هي تكون قوية الشخصية بنتي تعودت تسمع أهانتها بودانها وما تردش تعودت تكون جبانة وضعيفة الشخصية وأنا مش عايز ده أنا عايز بنتي تكون قوية وأنا شايفك إنك عندك حماس إنك تدافع وتغير أنا عايز التغيير لبنتي يكون في الشخصية مش في الشكل وفي الجسم عايز اكتوادي إن هي تكون قوية إن أنتو لما تنفصله هي تقدر تقف على رجلها لما يحصل لحاجة محدش يقدر ييجي عليها وتقدر تاخد حقها بأيديها قلت إيه وهنا الدكتور فه كان حضت في دماغه إنه يساعدها هو عاوز يساعدها كأنه بساعد أختها علشان كده قال تمام أنا موافق بس عايزين نخلص الإجراءات كلها بدر علشان تتنقل بقى معايا بديم كده كده حتتنين علشان أبدأ معايا تمام يا دكتور فه بس أنا مش عايزك تقول قدامي عايز إنهاء إن أنا لطلبت منك موضوع الجواز ده لأنه وقتها عايزها هتحس إن أنا زقتها ليه أو إن أنا مثلا مش متحملة وعايزة تخلص منها عايزة حساسة جدا ولو عرفت بالموضوع ده ممكن يحصل لها حاجة ورجعت عايزة البيت وهي كانت بره لأن والدها طلب إنه يقعد مع الدكتور فهد من دير ما تكون هي موجود رجعت وهي قلقانة ومتوترة ما تعرفش والدها عمل إيه وقالت عملت إيه بابا مع الدكتور فهد وليه طلبت مني أمشي لما هو إيه وقال ليه ما كنتش عايزني أحضر كل الكلام ده إيه اللي ما كنتش عايزني أسمعه ممكن أعرف مفيش حاجة عاش أنا كنت عايزة أعرف إيه إزاي يعني البحث ده وعايزة أعرف منه هيستفيد بيه إيه ويطرى هو هيقدر فعلا يوفي بكلامه اللي قالهولك ولا كلام كله دحك علشان يعني يستغلك وكمان لقيته فجأة وإحنا بنتكلم بيطلب إيديك إيه يطلب إيدي ليه هو طبعا اتكلم عن البحث وانا وفق بس ليه يطلب إيدي لا خلاص أنا هتنزل عن الفكرة دي مش عايزاها نهائي يا بنت الدكتور فهن بقول إنه مش ينفع يبقى هو في مكان وانت في مكان علشان طبعا لازم يرأبك ويرابق بنظامك الغذائي ويرابق كل حاجة تخصك وكمان الرياضة اللي هتعمليها هو طلب إيديك علشان تكونوا مع بعض في مكان واحد وبصراحة يا بنتي أنا مش هسمح لك يعني تنزل وتطلعي معايا والناس تتكلم علشان الموضوع ده يبقى خلاص إيه أنت تجوزي وإيش معايا الفترة دي وإيه خلاص استفاد الموضوع البحث وبعد كده اتطلقي أو منها تتغيري نهائي وبعدين يا ستي لما أي حد ييجي يطلبك للجواز هنفهمه الموضوع كله ما تقلقش إيش أنت صدقين كده أحضر عشق كانت معجبة بفهد وما كانش مصدقة أنه هو ممكن يطلب إيديه حتى لو على الورق هو فترة وهيتطلقه ما كانش مصدقة ده نهائي وكانت عمالة دايما تتكلم بينها وبين نفسها وتقول معقولا هكون مرض فهد لمدة وجمان هعيش معاه حتى لو على الورق إيه يعني بس هكون مرضه ومعاه هنتكلم سوا ونتحك سوا ونسارك كل اهتماماتنا سوا أنا مش مصدقة إن أي ده ممكن يحصل مش مصدقة نهائي خلاص يا باب إيه اللي تشوفه أنا موافقة عليه وأنا أسماكا فرحان جدا إن عاشي وافقت بسولة ما يعرفش إن عاشي وافقت لأنها بتعش الدكتور فهد من ساعة موايف جنبها أما بقى جوا من جواه كان عمال يدعي ويقول يا رب يا رب يساعدك يا عاشي لأن أنا ويت خايف عليك خايف يحصل لحاجة عامك إنها شفيك يا رب استرح عدت الأيام وفهد وكمان عاش يتجوزوا وعاشوا مع بعض فترة كانوا بروحوا ييجوا مع بعض وفي يومه هي داخل القلية مع فهد سمعت بنت من اللي كانت بتتريع عليها دايما والاسمها ما هتاب بتقول لصداقتها إيه اللي اسمها سلمة شفت اللي حصل يا سلمة بصوا وراكي كده هتلاقي الدكتور فهد اللي كل بنات الجامعة بتمنوا يتجوز اللي اسمها عيش أو نسميها المنتظر عيش أنا مش عارف التريلة دي إزاي قدرت توقع الدكتور فهد اللي كل بنات الجامعة بيتمنوا لا كمان اتجوزها وقال إيه عمل لها فرح كبير قوي أنا مش عارفة إزاي كان قاعد جنبها مش كان مكسوف هو مش حاسس بحجم الكرت اللي عملها أنا حاسة إن البيتي دي عبداله صح ومش معقول يكون طبيعي وشايفها ويتجوزها وقعدت ما هتابت التاريق معاها هي وسلمة وكانت عيش أوافة وسمع كل الكلام وكانت مدموحة بالعافية وهنا اتكلمت وقالت أنا عايزة أمشي من هنا يا دوزر فهد أنا عايزة أمشي من هنا أنا مش عايزة أسمع أي كلام وهنا فهد حاجة محسش بالنفس وهو بممسك فيها وبزعق لها علشان مش عاوزها تكون ضعيفة عاوزها تكون قوية تاخد حقها بأيديها تمسك في أي حد يجرحها مش تسمع عهنتها وتمشي وقال لها انت اللي امتها تبقى ضعيفة كده اللي امتها تسمح للكل يهيني كنت تفضلي سكتة وتسمع له لازم ما تسكتيش لحد ولا تسمع لحد بهيني لازم تجيب حقك من أي مخلوق مهما كان فهمه ولا لأ انت دلوقتي هتروح ترد عليهم وتاخد حقك وإلا أنا اللي هتدخل وساعتها هيكون تصرفي تصرف تاني وكل اللي هنا هيتفرجوا يسمعوا الكلام اتفضلي قدامي يا عشي عايز اسمع وانت بتحزقيه وابتاخد حقك بأيديك ردت عليه بحزن وقصرت نفسي وقالت له يا أنا أعيزني أعمل ايه ها؟ أعيزني أعمل ايه قولي أعمل ايه الناس ما بترحمش كلامهم على طول قاسي وبجر خيف أروح أرد عليهم ويأخد حقك أسمع كلام تاني يوجعني أكبر تكوني قوية وصاحبة حق ده جسمي ودي حياتي ومحدش ليك عنده أي حاجة صامة ولا لأ محدش له عندك أي حاجة خد حقك بأيديك خد حقك وخليك قوية وفحلا هنا تحمست شوية وراهب بصرح للبنتين اللي وقفين اللي كان جسمهم يعتبر باين كل وعملين يتريه ويتباههم جماله وقالت لهم اسمعيني كويس انتو عمالين تتنمروا علي وتقولوا علي كلام وحش وانا مش هستحقوا بكتوب تعرفوا بقى ان انا استحقوا أفضل منكم منتو اللي كنت ايوة ما تستغربوش انا استحقوا بجدارة كمان عارفين ليه لان ببساطة كده انا هحافظ على نفسي دايما انا محافظة على نفسي وعلى شرف مش حابقى عاملة نفسي عارض لكل اللي رايح واللي جاي يتفرج علي ثانيا بقى وده الاهم ان الراجل لما بدور على واحدة حلوة علشان يتسلى بيها ثم لما ييجي يتجوز بدور على واحدة محترمة تربيه لولاده وكل زوجة ليه حتى لو بعد كده بص علي بعد الجوائل هيبقى عارف ان بيته تت كاملة متكاملة تعرف تربيه لولاده ما انتو قدامه الدكتور وبتحاوله تبهروبه قالكم اكتر من كم سنة من ساعة ما دخل هو عامر ما فكر يبص الواحدة فيك بس ايجي واتجوزني انا ومن النهاردة اللي هسمحها منكم يا عالم يا مرض يا عالم يلي قلوبكم سودة من جوة يلي قولكم فاضية ما فيهاش غر الميقاب والجسم الباية تتكلم علي نص كلمة ههنها وهمسح بكرامتها الارض وهخلي اللي يشتري يتفرج عليها فاهمين ولا شويد لا يا شوية عرار وقتها اول مرة كايت تحت عيش ابراحة لانها قدر تاخد كرامتها وتردعت برا من بنتين ما يستهلوش اما البنات وشوهم يتحول للون الاصفر لما لقوا بقرب منهم فه وهو بيتكلم بكل سرامة وقوة وبقول اظن انت تسمعته كلام ميراتي ميراتي اللي اشرف منكم انتو الاثنين ميراتي اللي لو انتو قعدتوا مليون سنة كنت برضو هفضلها عليكم ده اول حاجة ثاني حاجة بقى لو سمعتكم مرة تاني بتكلموها ساعتها همد يدي عليكم المراتي انا هكتفي بفصلكم وكمان بان انا هتخليكم تصفروا في مادتي فاهمين ولا لأ انا امراتي خطح قولوا له والله انكم بنات وان انا مش متعودة مد يدي على بنات اللي كنت عانمتوا لكم الادهة انا سيبتها هي اللي تتكلم معاكم المرة دي المرة التانية مش هيبقى فيه كناب هيبقى فيه اسلوب انتو مش تتمنون وبعدها مشوا البنات وهم مرعبية من تغير عشق وكمان من اسلوب فهد قال لي كان عامل زي الفهد السائر علشان يحمي حبيبته ووقتها اتكلمت عشق وقالت ايه رأيك في اللي انا عملته منتازة وتلمست بتتعلم بسرعة صدر بقى تلمست تقولي وتشرحني دلوقت ايه احساسها وهي واخد حقها كده ومش ميشت وهي بتعيط هتصدقني لو قلتلك احساسي دلوقت هو اجمل احساس حسيت بيه في الدنيا كلها ياريتني كنت قوية كده وكنت اوقفت كل واحد عند حده اياما كنت باعد بالاربعة ايام والخمسة حمسة نفسك قوتي معيط بس لاني معرفتش ارد على حد جرحت اياما كنت بتهان وسامع لها اهانة بوداني وبعد وانا ببكت بس دلوقتي حصة بروح حصة ان انا رضيت قرمتي ايه الاياما الناس ايجت عليها اه لو الناس تسيب كل واحد في حاله ومحدش يجرح حد شفت لما اخدت حقك ازاي رتحتي ازاي بقيت مبسوطة ازاي بقيت حبة ان انت تعيشي سدقيني انك تسيبك على حقك بضع وياك تكون ضعيفة انت شخصية قوية وجميلة محدش يأثر فيك خليكي وثقة في نفسك ودن نفسك الحق انك تعيشي غصبا عن اي حد وانك إلك حياة ومحدش لي حاسبك فيها غير اللي خلقك خلي كلام الناس الجهلة ما يقصرش فيك اعيش حياتك اعيش حياتك بالطور والعرض ما يفرقش معاك حد غير نفسك يلا بينا علشان نروح علشان من النهاردة هيبدأ الرجيل فمال هنبدأ التمارين اهين روحوا البي ودها ورقك الاكل اللي هتمشي عليه اقول ما شفيتها قالت بالصدمة لا كده حرام الفطر ده يفطر ايه يفطر نملة يعني ايه طبق صلاة وبالطيب هو كمان حط الجبن عريش او خمس معالي فول من غير اي بهرات ولا حتى زين اقاو معلقة زيزة تون وح هو كمان كباية قهوة من غير اي سكر هو الغدر اما ااكل مشتين سمك وطبق صلطة اما شربة خضار وطبق صلطة هو صدري فرغ من غير اي دهور مفلو والعشعان بالزباد اقاو صمرتين فاكهة لا 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 الاكل ده ما يكفيش حد لا هيكفي كمان في رياضة ما تنسهاش جاري على المشايا لمدة ساعة يوميا انت فهمة ولا لا انا خلاص لازم ابدأ معاك الرحلة من دلوقتي علشان البحث ينهض يخص وعلشان انت كماية تنهض بسرعة خيه دكتور هو مفيش طريقة اخذت بيه من غير معامل ريجين لا يا فرح مفيش طريقة ويلا خلاص وقوم لازم تتعاش ابتيني الزبادي او الصبرتين الفكهة قبل الساعة 8 عد حوالي شهرين وفي الشهرين دول خصت عشر كيل بس كانت حزينة ورغم انه هي كانت فرحونة بخصصانة او جسمها لسا مليان بس بتخص بس كانت حزينة لان مشاعرها بدأت تتحرك لفهط اكتر وقت بدأت تفئي السيطرة على قصبها بدأت تباين جريتها لما يتكلم مع اي بنت بدأت تتعصب لما يضحك لأي بنت بدأت تكون غيورة عليه جدا وفي يوم كيت قعدة لوحدها وبتقول لازم لما فهدي ييجي اطلب منه الطلاق لازم اطلق منه قبل ما نجرح اكتر من كده انا هنسب جرح كبير اوي ولو فضلت كده هنجرح اكتر وقت لازم اطلق منه خضلت عش قعدة حزينة وبتفكر ازاي هتطلب الطلاق من فهد فايه بتحبه اطلت بتفكر كتير قوي لدرجة انها مش حسد بفهد ذات نفسها اللي دخل الشقة ونادى عليها كتير قوي بس يوم ما كانتش بتروت فرح لها القوضة وقعد قدامها وقال لها مال في ايه انا موحز ازاي قالي كم يوم انك على طول سرحانة وحزينة في ايه اتكلم وهنا بصيت لو حزنه عايزة تطلق عايزة تطلق وانه العلاقة لما بيننا دي نهائي انت بتقولي ايه انت تجنينتي طلقي اللي عايزة تطلقي فاهميني في ايه انا دايتك في حاجة انا عملت حاجة ادايك اتكلم قولي في ايه وهنا بدأ الدموحة تنزل بحرقة تنزل جامد جدا كان الدموحة بتنزل وهي موجوعة وبدأت تتكلم وتقول انت ما عملتش حاجة انت اكتر ازان ووقفت جمع اكتر ازان دعمني لما الكل اتخلى عنه كانه قدر اكتر ازان حميتني من كلام الناس رجعتيني استقاف نفسي خليتني ازاي اعرف قف ودافع عن نفسي من كل اللي يزوني خليتني ازاي احمي نفسي وخليتني كمان ابدأ اصق في نفسي واخذ انت عملتلي حاجات كتير او لدرجة ان قلب بقى ممين لك بجد بقيت بغير عليك لما اشوفك وايف مع الطلبات بقيت عايزة اقول للكل انك جوزي وانك مش حق احد خيري انا بقيت بغير عليك بقى فيه كون فيه مشاعر تاني غير الاخوة والصداقة اللي كانت ما بيني وعلشان انا بحبك بجد عايزة ابعد عايزة ابعد وانش علشان عارفة انك تستعيدني تستعيدني علشان مشروعك بقى السنة خلاص ما انتش قادر صدقني كان نفسي انك تكمل مشروعك بس كل يوم بكتشف ان البعد هيكون صعب وانها هتضم العقد علشان كده عايزة ابعد علشان خطر صلقني صلقني مرحب من العذاب اللي انا فيه ده وهنا وقف بسرعة وحضانة وقال لها بعيش على فكر انا كمان بحبك كنت خايف ايجا اقولك الخطوة دي تكون انت اللي مش حباني حبيه تقرب مني انا بحبك اوي وعايزك تكون امراطي النهار ده قبل بك تقبلي كوني مراطي بجد تقبلي وانا بعمل المحس ده يكوني بعمله لمراطي وحبيبتي وام ولادي في المستقبل مش بعمله لطالبة عندي كاتب عليها علشان كلمي النان انا بحبك اوي بحبك لدرجة الجنون وبعدها بدأ يقرب منها وهي كانت مستسلمانه تماما لانه هو جوزها وحبيبها وهو كمان كان بحبها لا كان بيعشاء فقامها بعد خمس سنين على جوزها كانت قاعدة على رجله بعد ما رجع من الشغل وهو مدائي ومخنوق بذلك تصرفاتها هي وابنها ابنها اللي بعيدها عنه نهائي كانت خصته باسمها بورفيع جدا وكانت زي الجميل على جمالها كانت قاعدة على رجله بكل دلعب وتقول له ممكن حبيبي بقى ايه هفهمني في ايه من ساعة ما جه وهو مدائي وحزين ومخنوق وانا مش عارفة ماله وبصراحة ما بحبش اشوفه كده وبقاله كاميوم من جهني نهائي هو عالف ان انا بحبه ومقدرش على الزعل بس هو بقى اللي زعلان مني والظاهر كده بطل يحبني ايو ايو خدوهم بالصوت العالي صح يا بيت اللي بها علي يعني مش عارفة مالي بقالي كاميوم عايز اعود معاك الوحدنا ونتكلم فيهم وانت مع ابنك عايزاني يعني اجا سرخ في يوشي وقالك بغير عليك تعالي في حضن شوية وقعودي معايا شوية يا ري بصراحة بحبك تعمل جدا جدا انك تيجي وتشديني من كل اللي وقفين وتاخدني في حضنك وتقول عايز حبيبتي شوية بحبك وانت بتغير علي من كل الموجودين بحبك وانت بدخن جوا حضنك بحبك لما نكون خارجين لوحدنا وماسك ايدي جامد ومتبت فيه بحبك لما بتستغل الفرصة والولد نايك وتمسك ايدي قبل ما يسح تحس ان انا لسه مراحك تحس ان انا حبيبتك وحافظة لحبيبتك وانت ما تعرفش انك حبيبتي ولا ايه لا تنا الظاهر في اثباتي ليك كل مرة ما بثبتش باخلاص انك حبيبتي وحياتي علشان كده لازم اثبتلك المرودي انك مرودي وحبيبتي وكل حاجة ليك وهنا بدأ يقرب منها علشان يروح هما الاتنين في بحر عشقه من غير ما يكون محهم حد قبل ما يبنهم الشاي ييجي يحطلهم من عشقهم لبعا هو لحد هنا احلام تباين في الدنيا دي كلها كون انتهت حلقتنا حبيب قلبي قبل ما نبدأ حلقتنا حبيب اقولكم ان درسة النهاردة هو التنمر هرجع وعيد وزيد واحمل روايات وحكايات عن التنمر لان التنمر للأسف مشح جدا للأسف انا وصلت لقصة من متابعة عربية بتقول ان بنتها وهي عندها 13 سنة ماتت بسبب التنمر للأسف القصة دي انا عملتها النهاردة علشان اوري كل واحد نهاية التنمر وهيكون ايه للأسف البنت كيت لسه لسه بتبدأ على الحياة وتلعب بيها القرى زي ما انتوا شايفين لحد ما انتحر القصة دي من الواقع حب اقول لأم البنت البقاء لله شد حيلي بس ياريتك تعلمي بنتك ازاي تكون قوية ياريتكم تعلموا ولادكم البقية ازاي يكونوا اقوية وانه هما يواجهوا الناس المنتمردة ويفهموا ان الناس اللي بتتنمر عليهم هما اللي مرضين مش هما بتمنى ان قصتنا تكون اعجاباتكم واذا اعجاباتكم لا تنسوني باللايك ولا شراءه في القناة وتفعيل زر الجرس طمطم بصحة وعافية اشتركوا في القناة